اشتركوا في القناة وعلى الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإكثار من الطاعات وقال تعالى وَسَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ فالآية آمر بالمسارعة في الخيرات والخيرات هو شرع الله عز وجل الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاحتكام إليه والتمسك به فقال وَسَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَةٍ فكل شيء يجلب لنا مغفرة الله عز وجل أمرنا الله عز وجل بالمسارعة إليه من صلاة وصيام وزكاة وحج وسائر أعمال البر والإحسان كذلك الله سبحانه وتعالى نهانا عن أمور كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأوامر وكذلك نهانا عن نواهي فإذن الله جل وعلا يقول وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصْدِّيقِينَ وَالشُهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقَةَ حَثَّنَ اللَّهِ عَزْزَوَ جَلْ على الطاعة وحثنا على المسارعة إلى فعل الخيرات قال وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةَ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ العرض أخفى الله طول حتى تستشرف النفس وتتشوق إلى معرفة كم طول إذا كان العرض يسع السماوات والأرض السماوات السبع والأراضون السبع قال وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لَلْمُتَّقِينَ ذكر الله عز وجل أعمال لهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك الذين فعلوا هذا هذه الأمور أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين فهنيئاً لمن أطاع الله ورسوله هنيئاً لمن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله وخصوصاً في وقت الفتن والمحن وهو تمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله طيب إخواني واخوات هذه الأعمال الحسنات ينبغي أن نحافظ عليها فالإنسان إذا ارتد عن الإسلام لأن أشركت لا يحبط أن عاملك فالإنسان إذا ارتد عن الإسلام وكفر بالله العظيم ذهبت كل حسناتها التي قدمها وهذا معلوم من الجميل لكن نذكركم بما رواه مسلم رحمه الله من حديث بهريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فقال لهم أتدرون من المفلس فقال الصحابة رضوان الله عليهم المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع هذا ما عنده لا متاع ما عنده شيء هذا مفلس فقال عيصة السلام إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة يأتي متى يأتي يوم القيامة عنده صلاة وعنده صيام وعنده صلاة صلاة الصيام وزكاة يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا وصفك دم هذا فيأتي هذا ويأخذ من حسناته ويأتي هذا ويأخذ من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من حسناته أو من سيئاتهم فطرحت عليه حتى يلقى في النار نعوذ بالله من هذه التجارة الخاسرة هو قديم على رب عظيم لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنا يضاعفها ويأتي من لدونه أجرا عظيمة قديم على رب عنده حسنات هذا العبد عنده حسنات تضيع عند الله عز وجل لا يضيع شيء عند الله عز وجل الحسنة بعشر أمثاله إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها ومن تاب تاب الله عليه لكن هذا الإنسان الذي جاء بصلاة وصيام وزكاة كان عنده مشاكل كثيرة لم يحافظ على هذه الحسنات فاشتغل بالظلم قتل هذا فالمقتول يأقذ من حسناته يعني ليس هناك قدر معين وإنما هو على حسب المظلمة كلما كانت المظلمة عظيمة كلما آخذ منك أكثر فالذي قتلت يأخذ من حسناتك يوم القيامة في يوم عظيم في يوم تريد أن تحافظ على حسناتك تريد حسنات تأتيك وإذا بحسناتك قد ذهب منها من كل مكان قتل هذا فيأخذ من حسناته ضرب هذا أخذ من حسناته سفك دم هذا قذف هذا ضرب هذا والظلم ظلمات يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا الإنسان عنده حسنات كثيرة لكنها ذهبت ذهبت إلى المظلومين الذين ظلمهم في الدنيا إن يوم الفصل كان ميقاته هذا يوم عدل يوم يوم القيامة يوم الفصل ويوم العدل ولا تظلم نفس شيئا يوم عظيم يا إخوان وإخوات نحن بغي أن نفكر في هذا اليوم في الليل والنهار كيف ننجو من عذاب الله لا ينفعك أحد لا أب ولا أم ولا زوج ولا ابن في يوم القيامة الكل يقول نفسي نفسي فحليك أن تنجو من عذاب الله بفعل الأوامر ترك النواهي وأن تتخلص من المظالم صغيرها وكبيرها فهذا الإنسان جاء وعنده حسنات ولكن ذهبت على من ظلمهم قتل شخص فأخذ من حسناته وضرب شخص فيأتي ويأخذ من حسناته وأكل مال هذا يأخذ من حسناته وهكذا انتهت الحسنات التي قدم على رب سبحانه وتعالى بها وإذا بها قد ذهبت الآن دخل هذا الشخص في مشكلة أخرى وهي أن الحسنات انتهت أصبح صفر الحسنات والعياذ بالله ونعوذ بالله من حاله ودخل الآن في قضية أخرى وهو أنه لا زال مطلوب فليس هناك حسنات يأخذونها من فيأخذ من سيئاتهم فتطرح عليه فيكون الآن مليء بالسيئات ثم بعد ذلك مصيره إلى أين ثم طرح في النار والله إنها مصيبة عظيمة والله إن الإنسان إن الإنسان لو أحيل للتقاعد وأخذ ماله عشرين أو ثلاثين ألف دينار ثم وهو في الطريق تعرض له لص فسرق ماله والله إن يعد هذا يعني مصيبة كبيرة كما يقال تحويشة العمر كلها ذهبت وهي مال ربما في ذهابه خير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير فمصيبة عظيمة ذهاب المال كيف عندما تذهب الحسنات فلذلك على الإنسان على الإنسان على الإنسان أن يتقي الله في نفسه على الإنسان أن يحافظ على لسانه وعلى الإنسان أن لا يؤذي أحدا من الناس بقول أو بفعل وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت وجاء في حديث عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يا أخي الكريم احفظ لسانك واحفظ جوارحك عن المعاصي وتوجه إلى ربك سبحانه وتعالى واسأله سبحانه وتعالى أن يعصمك من الزلل واسأله سبحانه وتعالى أن يثبت حسناتك وأن يتقبلها سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين وهكذا فعليك أن تحافظ على هذه الحسنات وأن تبتعد عن السيئات حتى لا تكون لا يكون مصيرك مصير هذا المفلس عاذنا الله وإياكم من الإفلاس ورزقنا الله وإياكم خيري الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا وفعالياتنا وأنشطتنا التربوية والثقافية والاجتماعية وأيضا الدينية إلى أن نلتقي مع أنشطة وفعاليات أخرى إلى ذلك الحين نقول لكم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر